المشروع تعمل في عمل حقيقي وكان في مشاكل فهنا نتكلم عن مشاكل وكان في حلول وكان في دروس مستفادة اي حاجة بتعملها بقى فيها مشاكل وكتبدأ تحلها طيب الفواد اللي عادت علينا في المشروع ده في ال M-E-B يعني ممكن تقول في فواد عادت على الارتكشر عادت على الصراكش المنجع وبها الفواد اللي عادت علينا احنا ك-M-E-B من المشروع دوت احنا جزين الفواد جدا اول حاجة ان اعملنا الاتفاكس اسكيل مفروط ودلنا شوفه مجسما قدامنا ودلنا نشوف المشاكل تماما احنا نشوف المشاكل كلها وقدرنا نحلها أثناء التصميم ليش أثناء الشغل حقيقي لان ساعات كتيرة جدا في شغل بأولاد تنشغل فترة في المأولاد بعد ما تعمل الشغل اتفاجأ ان اتطلع ان اتكسر عشان تعمل فده بيعمل هالك الهالك ده سعب يوصل ال 20% فعشين في المهم تمام المشروع في الموضوع حالي اللي انت بعد ما اركبت يعني كان فيه مشروع بعد ما ركب الكاميرات جاي ركب الانتفاك لأقل ما فيش مكان فترة قصر الكاميرات بحصل حقيقي مشروع في السعودية بنزك حسب البلد الانتجرية الدزاين يعني ايه؟ احنا في الطريقة العادية احنا كنا شغلين ما كانش حتى فهم حاجة يعني انا ككهروميكانكا المعمار اعمل حاجة انا فيهم وعملين انا مش قادر اتخيلها من المخططات من الحاجات التي كانت التو دي اللي عملها لي والسكاشي من البلنات هو عمل حاجة غريبة بس انا مش قادر اتخيلها تمام؟ فكنا نتخيلها على اخر مشروع نعرف بقى انه هو عمل هنا مسلس عمل هنا زل اللي هو عمله مش قادر افهمه انه مدى الوقت يبقى في السريدي سهل جدا ان انا اخد سكشن في مكان وفا وعايز ايه؟ او اخد سكشن في استلاث الابعاد وابد افهمه وعايز ايه؟ فدفدنا كتير جدا ان احنا بقى نفهمين بعضه وابد كل واحد فهم التاني عايز ايه؟ او فكر في ايه؟ اولا لما صمم حاجة بعتها له ممكن انا اقول له بس الحاجة هو بش متخيل للرفاع بتاعها دلوقت لأ بقى ان احنا اجاب المكان مضبوط ونحطه وهو يقدر نشوف اللرفاع بتاعها يكفه ولا ما يكفيش التصميم بقى افضل بكتير لان احنا بقى لنا نعمل التصميم ونشتش في المشاكل يعني هنا مثلا فيه فلاش موجود بقى لنا نشوف كذا حال من المشكلة ونحن نشغالين لما قلنا نعمل الحاجات دي بالكاد قلنا بقى ملغة تكتر جدا الانتجار بتاعتنا زالي احنا بقى تنباش فكرة تكتو دي بس لا احنا بقى نعمل فكرة تانية وبقى نعمل ال ال GCS ده عامل زاليب بس خاصة بدول القطر تمام؟ بقى نعمل استيكاشن سراسيتق بعاد بقى لنا نعمل كل كل WC بنعمله استيكشن سراسيتق بعاد احنا بحيث الوحيد يتخيل حاجة تعملت ازاي لان يكون في حتة اي حتفة مشكلة نحن نحن بس خاصة بس خاصة بس خاصة بس خاصة وهي تعديل كان يحصل على السيكشن الكلوبريشن بقى افضل بكتير بقى مع المعمالي والانشائي بقى ناخدش وقت خالص فبقى الموضوع اسهل بكتير جزء ان لو اي مشكلة تحصل اقول له لا دعا خلي بالك فيه تعديلات اكنا محتاجينها الموضوع التكومنتيشن بقى شخص منها هذا ما تعرفيه الاسجادور يتحط في التبليج قبل ما بدأ شغل يعني الاسجادور في الشركة هذا خاصة بشركة اللي نحن نشغل فيها محطوط بنافس الاستيبا دية والتبليج فاضي كل ما يرسل حاجة هو بتحط فده يوفر على الناوات كتير جدا الكلاش في السلسل البعائد مثل مفهوم من الكلاشات في السوائل مبارد بنادوس يعني كان الأول بخد بقى كتير قوي عشان عرفين ما كان الكلاش وممكن ان احرق كلاش وده هيجيه في طرقه فهيعمل الكلاش في ممكن تاني خالص وانو كنت حصطها فما احتمش بيها ويتشفه في الموقع فدلوقتي لا بافضل افضل اشتغل حد ما نخص الكلاشات بان اين نعمل اوكسرو ببقى ماشي في بعاد مثلا اه ده فيه جلال من الخارج هنا بان نعمل اوكسرو بان اوكسرو بان اوكسرو يعني اوكسرو في الريفت ضعيف شوية فده زبط انت اسكيب اه اه ده قباره عن بلوجين جوه الريفت بلوجين جوه الريفت بيهدي شكل جويس الفور دي عباره ان انا وضيف بقى الزلج فلو شاهد حكو انت تعليم من ذلك ايه من ذلك انه ممكن تكون في حاجة تتركب قبل حاجة تانية يعني في مكانة كبيرة تدخل الغرفة اللي احنا فيها دي بس الباب صغير يبقى انا ادخل المكان الاول وبعد كده اعمل باب ايه الاولويات بتاعت العملات بتاعتي الموضوع الحصر الموضوع الحصر ده كويس جدا يعني من دل الهمية بتاعته وهو بحصل لطرق كبيرة جدا انا ممكن اقول له ايه انا عايز المنصورة دي وتمنها كذا وتكلفة تركبها كذا وتكلفة العمل اللي هيكي يركب لو انا جاءت حاجة من بره تمامت فده اللي خلنا نتصف بالمشروع ان احنا قبل ما ندخل ان احنا حاول ناخد المشروع في كذا شركة بينافسونا بس احنا عرفنا المشروع ده هيتكلف كام بالضبط فقدر من نفترض المبلغ اللي كويس واللي هقللنا ربح تمام؟ في شركات تانية مش قادرة ففرض سعر عالي جدا في شركات تحطن سعر رخيص ممكن لخصاري المشروع اعملنا لايت انالسيس فعل بالمشروع ده بدامنا الاستفادات اللي فادنا فعلنا في المشروع